السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم في موضوع اخر في موضوع وحنتكلم عن خلال حديثنا عن حنتكلم شوية حنتكلم عن وكيف بتكون عند الاطفال وكيف بتكون عند كبار طبعا بشكل سريع. بداية لو جينا نتطلع بنعرف انه الانسان في عنده في فترة الطفولة بيكون في عنده حوالي عشرين سن. هذا طبعا بسموها الاسنان اللبنية. وفي عندنا اتنين وثلاثين موجدين. لو جينا نتطلع على نطلع على هل لقي في عندي ثري مين stages of development. هذين الثري مين stages. مرحلة الثانية كاب ستيج المرحلة الثالثة بالستيج. ستيج المرحلة الثالثة هللاقي انه بداية التطور او بداية development of the teeth بيلاقيها بدت في مرحلة جيرمي للستيج. عندما بدا يصير عملية differentiation of the cells. من ضمنها كان يصير عملية differentiation of the cells of the teeth. differentiation take place in the pill stage setting the stage for animal and dentin formation. وهذه طبعا عملية differentiation. تبدأ توضح مرحلة اللي بدي يكون فيها البل استيج. وشو هي المراحل اللي بيكون فيها البل استيج. لو جينا نتطلع الآن على الصورة اللي امامنا. وكيف ممكن يتكون السن حالاقي انه روت formation and cementogenesis continue until a functional tooth and it is supporting structures are fully developed. As the crown are formed and mineralized the root of the teeth begin to form. مجرد ما يبدأ التاج يتكون تبدأ يصير عملية mineralization of the roots of the teeth and mineralize the root of the teeth begin to form. مجرد ما يتكون التاج تبعا السن ويصير في عملية mineralization في حتبدأ the roots of the teeth begin to form. جذور السن تبدأ تتكون بشكل. after roots classify the supporting tissue of the teeth اللي بتشتغل شغل خاني نقول the cementum, brid, periodental ligaments and alveolar bone begin to develop. كل هذه المكونات تبدأ تتكون. subsequently the completed tooth crown erupts into the oral cavity. مجرد ما يتكون التيث بيبدأ خلينا نقولي شق طريقه في اللفة ويبدأ يظهر في الآن لو جينا نتطلع على هذه المراحل حنلاقي انه من البداية حنلاقي انه في عندي صار في عندي في الابيثيليم موجود والنواعة تبعات السل السن او نواة السن الخلايا الأساسية في عملية differentiation of the teeth. حنلاقي انه صار في عندي missing chyme. as the crown are formed and mineralized the root of the teeth begin to form. مجرد ما يصير عندي تاج السن يتكون ويصير فيه تكلس بتبدأ الجذور تبعات السن تتكون. after the roots classify the supporting tissue of the teeth. السمنتم بردنت الليجامينت and alveolar bone begin to develop مجرد ما يصير عندي أو الروت of the tooth. انو يتكون بتبدأ تتكون الأنسجة اللي بتعمل تدعيم للسن زي السمنتم بردنت الليجامينت الالفولار بون كل هذي بتبدأ تتكون. مجرد ما يكتمل نمو السن بيبدأ يشوق طريقه من خلال اللي اللي الليثة ويطلع في تجويف الفم. root formation and cementogenesis continue until functional tooth and its supporting structures are fully developed. هنلاقي انو عملية ال formation of the teeth بتستمر لحد ما يصير عندي انا functional tooth. functional tooth وهذا طبعا بتشمل استمرار development في supporting structures اللي بتكون موجودة حوالين فيه. لو جينا نطلع على مراحل development of the tooth. هنلاقي المرحلة الاولى عملية ال initiation وهذه طبعا في ال epithelium هنلاقي صار في عندي هذه بدت تتشكل ويصير الها بعد هيك صار عندي صار تقريبا مكان السن بده يطلع. الان الدنتل بيبدأ يصير له طبعا تكون ويبدأ يصير في development وهذه بتسمى مرحلة البد. المرحلة التانية مرحلة الكاب تبدأ طبعا شكل السن طبعا يتغطى وياخد بعد هيك مرحلة البل شكل الجرس زي ما احنا شايفين مجرد ما تتقوى هذه ويتقوى الجذور في داخل اللثة طبعا بصير عملية زي ما احنا شايفين التي شو اللي موجودة حوالين السن بيصير في عندي عملية الاربشن واثناء عملية الاربشن حنلاقي انه عملية استمرت استمرت لحد ما يصير في عندي انا لحد ما يصير في عندي اذا تلات مراحل البد ستيج زي ما احنا شايفين كيف مرحلة اللي هي البروز هذي مرحلة الكاب بدا يتشكل شكل السن مرحلة البل ستيج هذي التلات مراحل ما قبل بعد هيك او ما قبل بزوغ السن بعد هيك عمع مرحلة الاربشن ومرحلة التقوية او تقوية دور السن من خلال التلات مراحل المساعدة الجوة او تقوية الدور السن من خلال المساعدة الاربشن من خلال الجوه نظر يجب انه عمليه التسنين بتبدأ في المندبول الجوه في اللوهر بارد الجوه في الفت السفلي قبل ما يتبدأ تطلع الاسنان في الفت السفلي العلوي حوالي من الفاصل ما بينه من شهر الى شهرين تقريبا. طبعا هذي عند الغالبية لكن مش بالضرورة تكون عند الجميع بنفس القدر. ممكن يكون في بعض الشواذ لهذا القائد. في عملية هنلاقي في عنا بصير فيهم وبيبديو يظهروا في من خمسة الى سبع شهور وفي من ثمن شهور في القواطع الجانبية حيث ببيب يظهروا من سبعة الى تسعة اشهر في الفك العلوي من ثمانية الى احتعشر شهر باقي الاسنان تقريبا نفس الشيء ونفس المدة اذا الاختلاف هي في السنترال انسيزورز واللاترال انسيزورز. البرمنان تيت او السيكان داري تيت هنلاقي انه السنترال في البرمنان تيت هنلاقي انه السنترال انسيزورز بيبدأ عملية التبديل تبعها بشكل مختلف عن عملية ظهور البرايمري. هنلاقي انه الابر جو او الماكزيلاري جو تظهر في الاسنان عند او بتبدأ تتساقط الاسنان متبدل في الابر جو من ستة الى سبعة وفي الابر جو من سبعة الى تمان سنوات. الاترال انسيزورز من سبعة الى تمانية في الابر جو تمانية الى تسعة في الابر جو. الانياب من تسعة الى احدعش في الابر من احدعش الاثماش في الابر جو. اذا ملاحظ انه عملية تبديل الاسنان في الابر جو هذه النقاط اللي بدنا نحكيها في موضوع الديبلوبمنت او الان نجي نتعرف على الماتيورتي او الماتيورتي او البون ايج. حلاقي انو سكليتا الماتيورتي او البون ايج اذا في عملية الديبلوبمنت او البون هذه اللي احنا بنستفيد منها في عملية التعرف على عمر في التعرف على عمر الشخص اللي امامنا من خلال نمو العدم اللي بيكون موجوده من من خلال البروزات العظمية اللي بيكون موجوده. نورمالي بون ايج correspond to the age of the child. في الوطع الطبيعي حلاقي انو عمر العظم او العمر العظمي البون ايج هو يناسب عمر الطفل. في بعض الحالات اللي بيكون في عنا مشاكل وفي عنا اعاقة في عملية النمو حلاقي انو العمر العظمي بيختلف عن العمر الحقيقي للطفل وهذا بنشوفه في حالات مشاكل الغدد الصماء زي مشكلة الهايبوثيروديزم. كيف نقيم البون ايج؟ لو جينا احنا نشوف شو اللي ممكن نستخدمه من البون ايج. لو طلعنا على صورة اشاعة خاصة بـ نيوبورن هنلاقي انه مراكز التكلس اللي حوالين النيجون بتتطور تكون موجودة لكن عدم وجودها في مرحلة نيوبورن والإنفانسي هيكون في عنا خلل في عملية النمو العظمي للطفل يعني لو جينا اخذنا صورة اشعة لطفل لمنطقة الرقبة يفترض انه يكون في مراكز التكلس لو مراكز التكلس هذه مش موجودة حينتج عندي في المستقبل مشكلة في نمو العظم عند هذا الطفل في مرحلة الطفولة ممكن يتقيم مراكز العظم في مرحلة الطفولة ممكن تقييم العظم من خلال أشعة أو صور الأشعة ما بين 2 إلى 6 سنوات يفترض انه كل سنة تتكلس عندي عظمة من عظمات الكاربل البون اللي موجودة احنا بنعرف انه في عندي صفين من الكاربل البون اذا هذول الصفين من العظم هما اللي حيحددوا في مرحلة المراهقة ومرحلة المراهقة حلاقي انه عملية التشخيص وعملية التقييم للعمر العظمي اكثر تعقيداً وفي الغالب بتم النظر لعملية التقام والتحول الكارتج والأبيثيس إلى جوينس عشان نحدد مشكلة او عشان نحدد العمر العظمي في مرحلة الطفولة ومرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة الأدوليسنس يستخدم أطلس يسمو غريليش و بايل أطلس أو تنر أطلس طبعاً هذا يستخدم في تحديد العمر العظمي طبعاً هذا الجدول يوضح بعض القراءات لضغط الدم لرسبيرات والمعدل ضربات القلب عند الأطفال في مراحل متهددة نصدق لنوبون الهارت رات 130 البلد برشارة 80 لستين الرسبيرات رات 55 عند ستة شهور الهارت رات 120 البلد برشارة 60 الرسبيرات رات 40 عند نصف التنصف الهارت 120 بلد برشارة 60 الرسبيرات رات 35 ثلاثين عند اربع سنوات مية ثمانين على سبتين عند عشر سنوات تسعين هارت ريت مية على خمسة وستين بلود بريشر عشرين عند بيوبرتي بصير ضغط الدم مستقر مية عشر على سبعين الهارت ريت تقريباً خمسة وثمانين على سبع ريت بيكون عشرين The heart is relatively larger in the child more rounded and horizontal في مرحلة الأقفال أو عند الأقفال بيكون القلب نوعاً ما أكبر The heart is more rounded and horizontal The apex beat in the infant is in the fourth intercostal space lateral to the nipple لو جينا نسمع الأبكس beat أو الأبكس beat بدنا نحط السماعة على fourth intercostal space جمع النبل لبره شوية راديولوجيكالي The cardiographic أو the cardiothoracic ratio is about 0.6 compared to 0.5 in the other يعني معدل أو نسبة حجم القلب في الطفل بالنسبة للجسم 0.6 لكن The cardiothoracic بالنسبة للقلب بالنسبة للفرس area أو 0.6 في حين إنه مع الأضل 0.5 الآن نجي نطلع على بعض المشاكل اللي ممكن تكون مع الأقفال منها ممكن يكون الأرثوبيديك بس أوردرز أول هذه المشاكل حنلاقي بطلع على موضوع السكوليوزيز 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 هو عملية الإنحناء الجانبي للعمود الفقري السكوليوزيز it is a curvature of the spine that can occur in adolescents and young children it is a lateral curvature حنلاقي إنه lateral curvature of the spine lateral curvature of the spine هنا جانبي early diagnosis and appropriate management of care التشخيص السليم والتشخيص السريع والتشخيص المبكر لهذا العملية أو لهذا الحالة بساعد في عملية العلاج بساعد إنه نقدم appropriate management prevent the need of surgery يمنع اللجوء إلى العمليات الجراحية إذن هاي normal spine كيف موجود الفقرات بشكل مستقيم الآن في حالة السكوليوزيز اللي بسموه باللغة العربية الجنف هنلاقي إنه صار في عندي إنحناء جانبي lateral curvature of the spine ممكن يكون طبعا في منطقة thoracic area من المشاكل اللي ممكن نشوفها كمان عند الأطفال حاجة بسموها spinal bifida فتق في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وهذه طبعا بتكون نتيجة خلل في عملية development لو جينا نتطلع إحنا بشكل عام حنلاقي إنه زي ما احنا شايفين في الصورة هذي في عندي أنا spinal cord ماشي في spinal كنال حوالين spinal cord في موجود المنينجيز الأغشية البيامتر والدورامتر والسبق الراقنويت كل هذي طبعا موجودة الآن لما يكون في عندي حاجة بسموها spinal bifida فتق في العمود الفقري ممكن يكون أحد ثلاث حالات يا إما يكون spinal bifida occulta أو يكون spinal bifida manifesto والspina bifida manifesto تنقسم إلى meningosil و meningosil الان لو جينا نتطلع على spinal bifida occulta شو معنات كلمة occulta occulta مخفية زي ما احنا شايفين في الصورة هذي مش مبين في السكن أي مشاكل ومش مبين أي بروزات لكن لو جينا نتطلع سنلاقي انه في المنطقة هذه في خلل في فراغ موجود عندي في الفقرات العمود الفقري في الفراغ ونتيجة وجود الفراغ هذي هنلاقي انه الجلد في المنطقة هذي مشدود للأسفل في المنطقة في المنطقة هذي التجويفي اللي موجود هنلاقي انه حاجة بتنبط الشعر بسموها hair follicle مجموعة من الشعر من بويصلات الشعر بتنمو في هذي المنطقة في هذي الحالة طبعا بسموها سباينها بفدأ القلطة وعملية علاجها سهلة لانه ما في مكونات خارجة من البرتبرال أو من السباين وبالتالي عملية العلاج ممكن تكون سهلة وجزء من العمليات او جزء من الحالات طبعا في الدول المتقدمة بتم تشخيص هذه المشكلة في الرحم وبتم عمل عملية جراحية في داخل الرحم واغلاق هذي الفتحة قبل الولادة وعند المشاكل والأكفر شيوعا مع الأطفال حيث كي تشخيص من واحدة من المشاكل الأكفر شيوعا مع الأطفال واحدة من المشاكل الأكفر شيوعا محصول بإمكانك كل ألف طفل في عندنا اثنين ممكن يصابوا بهذا الدياغنوزيز أو هذه الحالة موالدة كونديشن إز بيرمنانت إيرلي تريتمين إز ايرج تو افويد فاردر سباينال عندي نيورولوجيكال دائم وكونوا إنه العملية أو التشخيص هذا بيرمنانت يفضل إنه اكتشافه مبكرا ومنع حدوثه قبل ما يسير يتم إذا قلنا في سباينة بفدى في عندنا نوعين رئيسيين سباينة بفدى أكلتا سباينة بفدى مانيفستا عرفنا شو هي سباينة بفدى أكلتا إنهان نيجي للسباينة بفدى مانيفستا كلمة مانيفستا معناها ظاهرة زي ما احنا شايفين بالشكل هاد سباينة بفدى مانيفستا بتنقسم إلى قسمين في عندنا منينجو سيل وفي عندنا منينجو ميلو سيل في حالة لما يكون منينجو سيل هنلاقي إنه موجود في القناة العظمية الطبيعي في حين إنه الأغشية المحيطة به وجزء من السائل صار فيه إلو انبعاج إلى الخارج كيس خارجي زي ما احنا شايفين هذي طبعا بسموها منينجو سيل في حين إنه النوع التاني التاني من هذي بسموه منينجو ميلو سيل هنلاقي إنه المينجيز الأغشية وجزء من السباينال كور كمان موجود عشان يسموها منينجو ميلو سيل عملية الوقاية منه ممكن تتم في فترة الحمل وإعطاء الأم الحامل الحديد والفوليك أسد بشكل منتظم في فترة الحمل الأولى الآن نيجي للمشكلة التانية اللي بتكون موجودة كونجينتال ديفولوينتال هب ديسوردرز أو ديفولوينتال هب ديسلوكيشن إلها اسم قديم بسموه كونجينتال هب ديسلوكيشن لكن الاسم الحديث بسموه ديفولوينتال هب ديسلوكيشن ديفولوينتال ديسلوكيشن كلنا إحنا بنعرف في الأناتومي البلبس البلبس بتكون من two halves one half to the right one half to the left جزء أيمن النصف هذا العدمة هذه بسموها كوكسي بون كل هذا النصف بسموه الكوكسي اتنين مع بعض بسموهم oscoxy لو جينا ناخد جانب واحد الكوكسي بون او الكوكسي هنلاقيه بتكون من 3 عدمات أساسية الإليام زي ما احنا شايفين هذا الجدو الأساسي الإسكيام وفي عنا البيوبك أريا او البيوبك بون هاي التلات عدمات التلات عدمات هذي مع بعض بتلتحم وبتكون تجويف بسموه الاسيتابيولم الحق الاسيتابيولم الاسيتابيولم هذا هو اللي بدي يعمل articulation مع الهيد أو فيما مع رأس العظمة الفخد وبسموه هذا طبعا الهيب جويند كله بسموه هيب جويند إذن الاسيتابيولم اللي موجود مع الهيد أو فيمر في كثير من الحالات نتيجة خلل معين أو نتيجة مشاكل في عملية الولادة بصير عملية بيطلع الهيد أو فيهيد من الاسيتابيولم زي ما احنا شايفين كيف الصورة هذي الهيد أو فيمر مش في الاسيتابيولم مكانه هذي الحالة بسموها ال وممكن انه عملية الاسيتابيولم تصير قبل الولادة وممكن تكون قبل الولادة أو بعد الولادة بمدة قصيرة من المشاكل اللي بتكون موجودة كمان بتي عندنا حي نسميها كونجينتال كوكسافارا كونجينتال كوكسافارا شو المقصود بالكونجينتال كوكسافارا كلنا بنعرف انه هذي هي عظمة الهب أو عظمة الفخد الفيمر زي ما احنا شايفين تكون من الهيد أو فيمر النك أو فيمر في عندي الكريتر اتروكنتر في عندي الليسر اتروكنتر وفي عندي الشافت أو فيمر وتحت بتعمل ارتكوليشن مع النيجون الآن زي ما احنا شايفين النك أو فيمر مع الشافت أو فيمر بتكون عندي زاوية الزاوية هذي طبعا لها مقياس معين يفترض انه يكون هذا القياس طبعا عند الميل بيختلف عن الفيميل كوكسافارا اذا كانت اقل من مية و خمسة و عشرين معناه انه هذه الحالة بيسموها كوكسافارا اذا كانت اقل من مية و خمسة و عشرين لاحظوا المية و خمسة و عشرين تعتبر طبيعي من مية و عشرين ل مية و خمسة و ثلاثين الأقل من مية و عشرين تعتبر حالة مرضية بسموها الكوكسافارا الزاوية هذي اقل و هنلاقي الشخص اللي عنده هذي المشكلة بيمشي مشي بسموها مشيت البطة مشيت البطة اذا كانت اكبر من مية و خمسة و ثلاثين الزاوية زي ما احنا شاهدين في الصورة هذي هذي بسموه كوكسافارا فالغا الحالة التانية او عرض تاني ممكن يكون موجود مع الناس اللي عنده مشاكل فالبون حاش يسموها Оستيو حلف ديسش حالة صاني فيه عنده هاي الفيمورال هد وهذه طبعا الابافيسز هذا صار في نوع من الانفلاميشن نتيجة الاستيو كوندرايتس صار في عندي ونتيجة الويت بيرنج صار في عندي ديستركشن للجروث سنتر اللي موجود وفي هذه الحالة حيصير في عند الطفل مشكلة انه ما بتبرش وبصيرش عنده عملية نمو في هذا الطرف الحل لهم انهم دايما بيخلوا الطفل بركبوله جهاز يمنع عملية التحميل على الطرف في اثناء الوقوف والمشي ويفضل الهم دايما الراحة لحد ما تتعالج مشكلة الاستيو كوندرايتس وهذه طبعا حنلاقي انه في بعض الحلات زي ما احنا شايفين في الصورة اللي موجودة هاي النورمال هيد اوف فيمر هاي النورمال بليس لها وهانا صار في عندي صار ازاحة لا الهيد اوف فيمر وهذه الحلات بتكون في الغالب ناتجة عن ممكن يكون في عنا ممكن يكون في عنا الامراض اللي ممكن تكون موجودة الامراض اللي موجودة بتأثر على عملية التوصيف عملية المساكولية السيريبرة البالسية هي مصطلح بيستخدم لتوصيف مجموعة من الأعراض اللي بتأثر على عملية الـ Coordination وعملية الـ Movement في الأبر وفي Lower Limbs ممكن تأثر على الـ Cognitive Function كمان It is caused by damage to one or more specific areas of the brain ممكن يكون السبب تبعها إصابة ممتقة أو أكثر من الـ Brain وفي الغالب تكون في مرحلة الحمل ونتيجة تعرض الأمل على عدة عوامل ممكن تكون سبب في مشاكل الـ Development of the fetus مشاكل ممكن تؤدي إلى تشوهات وممكن تؤدي إلى خلل في النورمال الـ Development of the brain of the child It is also or it also can occur before during or shortly following birth ممكن يصير قبل الولادة بفترة الحمل وهذا قلنا نتيجة أنه الأم تتعرض لـ Tratogenes تتعرض لعوامل ممكن عوامل كيميائية ممكن أدوية ممكن تلوثات كلها ممكن تؤثر على عملية النمو زي ممكن أم تتعرض لأشاعة في فترة الحمل ممكن يكون سبب من أسباب الـ Cerebral palsy هذا في مرحلة الحمل During birth أثناء الولادة ويكون نتيجة قلة وصول الأكسجين أو نتيجة عملية الولادة The forceps delivery صار فيه damage أو بعد الولادة لمدة تقريبا سنتين أي traumatic brain injury أو أي إصابة في الدماغ يشخص الطفل على أنه Cerebral palsy Cerebral palsy is not progressive nor communicable نكون عارفين أنه Cerebral palsy أو الشلل الدماغي هو مش مرض معدي ومش مرض متطور يعني خلينا نقول أنه خلص صارت المشكلة تظلها كما هي لكن ممكن يصير تبعيات نتيجة قلة الاهتمام قلة العلاج الطبيعي ممكن تضاعف أو يصير مضاعفات لهذه الحالة لكن وضع الدماغ يظله كما هو It's important to know that Cerebral palsy is not a disease It is not contagious and does not get worse يعني مش مرض معدي ما بصير يشتغير مضايح في البراين يعني بصيرش زيادة في نسبة الخلايا المدمرة في البراين لا تظلها تابتة Children who have cerebral palsy will have it all their life الشخص اللي ينولد بصير بصير برال بلسي حيضل طول عمره مع Cerebral palsy Cerebral palsy is characterized by an inability to fully control motor function particularly muscle control and coordination للأشخاص اللي عندهم مشاكل Cerebral palsy حيكون في عندهم مشاكل حركية motor حيكون في عندهم حيكون على سبيل المثال Cerebral palsy حيكون في عندهم Involuntary movement طبعاً موضوع Cerebral palsy ان شاء الله رب العالمين حاتوا برسوب شيء من التفصيل خلال السنوات القادمة مع الدراسة لكل الأطفال من المشاكل اللي بتكون موجودة Cerebral palsy وهذا طبعاً من المشاكل اللي بنشوفها في مراحل الولادة ممكن الطفل ينولد حاجة يسموها كلاب فوت زي ما احنا شايفين كيف الكلاب فوت الكلاب فوت هي عبارة عن تاليباس التشوه اللي موجود هذا طبعاً هو الكلاب فوت او ممكن يكون تاليباس كالكينيو فالغاس صار طلعة بدال ما هي تكافة القدم داخل الجوة ممكن تكون طالعة لبرة تاليباس كالكينيو فالغاس طبعاً احنا بنحكي على تاليباس الفوت وكالكينيس اللي هي البونز أوف ذا فوت ممكن يكون ممكن يكون في عنا بيس بلانس او الفلات فوت زي ما احنا شايفين اللي هو انعدام القارش مش موجود التقوس اللي في موجود في القدم في الوضع الطبيعي هذي بسموها بيس بلانس او فلات فوت من المشاكل اللي بتكون موجودة كمان الداون سندروم الداون سندروم طبعاً هو عبارة عن ممكن يكون خلل جيني ممكن يكون خلل في الجينات يكون موجود من المشاكل من المشاكل المشاكل في المشاكل المشاكل موجود المشاكل أكثر ما يميزهم شكل الوجه وكيف ممكن يكون طبعا بالإضافة لأنه إحنا بنحكي على بعض المشاكل اللي ممكن تكونوا وجودة في عمليات الديبلوكي طبعا لعملية الفحص ونتعرف على الطفل في فترة الحامل ممكن من خلال سحب عينة من اللي حوالين الجنين طبعا هذه الحالة بسموها وهذا طبعا ممكن ينعمل الفحص During birth During pregnancy أو At birth لو جينا نطلع على الـ Down syndrome هنلاقي انه في عندهم بعض المشاكل اللي بتكون موجودة جزء منهم ممكن يكون في عنده إعافة عقلية شديدة The incidence of Down syndrome is estimated 1 لكل 800 أو ألف بارد واحد من كل 800 إلى ألف ولادة ممكن ينولد الـ Down syndrome من الأعراض اللي بتكون موجودة عندهم طبعا The features Down syndrome may also appear in people with a standard set of chromosome including micro genia and abnormally small chin and unusually round face protruding or oversized tongue and element shape of the eyes هنلاقي انه اللسان حجم كبير وبارس ممكن يكون طبعا العينين بشكل الأولوج وفي حاجم سموها شرطة العين اللي بتكون عليهم مشروطة هادي هي تقريبا أهم الأعراض اللي بتكون موجودة من ضمن المشاكل اللي بتكون موجودة معهم مددير بالو إلها ما أخذوا للناس طبعا Higher risk of congenital heart defects Gastroesophical reflux disease recurrent ear infections obstructive sleep apnea thyroid dysfunction أهم الأعراض باختصار Oriental eye tongue protrusion العين طبعا كيف شكلها بروز اللسام short arms and wings seam increase طبعا إيديهم فيها فولد واحد الخطوط الموجودة في الإيد internal organs congenital heart defect في الغالب كي ممكن يكون في عندهم مشاكل في القلب ممكن يكون في عندهم stenosis أو narrowing في البلود فيزيلز هذا تقريبا أهم الأعراض التي تكون موجودة عن Down syndrome باقي لدينا синدروم لاحق مهم إلا